موسيقى نشرة الحادي عشر من التناصح وبداية بابرز العنويم المجلس الاعلى لحكماليبا يعين ابراهيم بن غشير رئيسا للمجلس ويوكد حرصه على اصلاح دات البين ونصرة ثوار البلاد موسيقى تواصل القصف المدفعي والجوي على الاحياء السكنية بمنطقة قنفودا غرب بنغازي ومنظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها اذا ما يحدث للمدنيين هناك موسيقى سلاح الجو الليبي يجدد غاراته على مواقع ما يعرف تنظيم الدولة بمدينة سرد موسيقى 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 اهلا بكم عين المجلس الاعلى لحكماء وعيان ليبيا الشيخ ابراهيم يوسف بن غشير رئيسا للمجلس بعد توافق اعضائه في اجتماع السبت في العاصمة طرابلس المجلس وفي بين الله عقب الاجتماع اكد على حرصه على اصلاح ذات البين ونصر التوار المجاهدين في كل جبهات القتال وضرورة وحدة الوطن وامنه واستقراره حسب نص البيان جاء ذلك بناء على قرار المؤتمر الوطني العام رقم 37 لعام 2015 بشأن اختيار رئيس ونائبي الرئيس للمجلس الاعلى لحكماء واعيان البلاد وفي بنغازي حيث قال مركز السرايا الدراع الاعلامي لمجلس شورى ثوار بنغازي ان طائرة بدون طيار مساندة لمجرم الحرب حفتر قامت بتوجيه ثلاث قدائف على منازل عالقين بمنطقة جنفودا المركز ذكر ان القصف لم يسفر عن اي خسائر بشرية بالمنطقة فيما اضافت مصادر من منطقة جنفودا لقناة التناصح ان المنطقة شهدت في ساعات الصباح الاولى قصفا بالمدفعية التقيلة كما قامت الزوارق الحربية بتوجيه ضرباتها على منازل عالقين بالمنطقة هذا واصفر القصف عن اصابة احد العالقين بجروح حسب مصادر اعلامية وبالعودة الى خبر المجلس الاعلى لحكماء ليبيا ينضم الينا السيد محمد البوسيفي الناطق باسم المجلس الاعلى لحكماء وعيان ليبيا بداية سيد محمد البوسيفي هذا المجلس انشاء على قرائم المواطن العام بنظرك ما هي تركيبة هذا المجلس السلام عليكم ورحمة الله السلام محية ضيبة لكم ولمشاهديكم الكرام وترحمنا على رواح شهدائنا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحة والمرضى وبالنصر لكبرنا في كل بقعة من بقاعي ليبيا المجلس الاعلى لحكماء ليبيا او قل لمجلس المجلس الاعلى لحكماء التوراة نعم هذا اه مثلما تفضلتم يعني صبر في تلك المجلس الاعلى لحكماء التوراة واعطى اختصافات مجال في الحكماء والاعيان نعم ترى الجهود والمساعي في تحقيق المطالح الوطنية ودعم الجواب المجتمعي الوطنية والمستانة نجحة الضروط المناسبة الطواطم تسعى أننا نحيان والمطالحين والفرقين والخارج والسلحين الأجل لفاجعا كل المحتجزين والمطالحين كلها تسعى إلى إقامة مجتمع يعمه الأمن والسلام نعم هذا المجلس الأعلى هذا نحن طالبنا به من بداية عام خمسطاش لكي يكون هناك للثورة مجلس حكماء يتحدث باسمها ويتحدث باسم الثوار لأننا وجدنا على أرضاق أن هناك من يحاول أن يعظم حق السوار وحق المناطق السائرة وحق المناطق المحاصرة وحق المجاهدين والسوار في كل مكان فأردنا أن يكون لهم اسم ولساء ينطق بهم نعم سيد محمد أنت قلتم أن هذا هو الاجتماع الثاني الذي عقد لهذا المجلس هل هناك كان عدد حضور أكثر في هذا المجلس وهل كان من كل المدن الليبية قد حضر هذا الاجتماع طبعا الحضور نعم الحضور هو مخصص على مجالس الحكماء والأعيان التي تكونت بالقرار رقم سبعة وثلاثين والتي تنمع ثلاثها من المؤتمر الوطني العام هذه المستهدفة التي حضرت طرابلس بكل مجالس حكمائها وأعيانها مصراتا غريانا الخمس ظليطا داويا صرمان صبراتا مراطق متعددة كثيرة قرابولي ثلاثة ظليطا يعني حضرت حضرت عدد كبير من المجالس التي جعدت من ذلك وهي جاهزة أن تشارك في المجلس الأعلى وما زال الباب مفتوح أمام كل المجالس الفلاديات التي لم تنتهت اليوم ما زال الباب مفتوح حتى تنتهتنا في وقت آخر نحن نستخدم الوحدة في مجتمعنا وإلى توحيد الصغف فيه وتوحيد الهدف إن شاء الله نعم سيد محمد البوسفي أنتم حسب البيان قد تم اختيار السيد إبراهيم بن غشير رئيسا لهذا المجلس وفق التوافق فماذا عن النائبين الذين سوف يكونون بنائبين لسيد إبراهيم هل سيتم اختيارهم بالتوافق أيضا أم هناك آلية أخرى كل اختياراتنا بالتوافق أو بالتغيين أو بالتكليف لأننا في مرحلة يمكن أن يكون فيها انتخاب أو غير ذلك نحن في أوضاع خاصة الآن نعم لأن هذه الثالث الثورة مجالس حكماء وأعيان الثورة قصدنا بالمنطقة الشرقية اللازي اللي هو المجلس شرقاني اللازي ومن يتبعه ودرنا التي هي الآن محافرة سأل الله سبحانه وتعالى أن يفق الإفار عنها نعم نعم سيد أما المناطق التي هي الآن يسبح بحمد حفظة فهي طبيعا مش هتكون معنا يعني نعم نعم سيد سيد محمد البسافي كيف يستطيع الليبيون أن يقوموا بمساعدتكم في هذا المجلس وابداء الإعانة لكم في تحقيق أهداف هذا المجلس بارك الله فيك وفي كل الليبيين الشرفاء بارك الله فيك وفي كل الليبيين الوطنيين الذين يحبون الوطن نحن ما خرجنا وما نشتغل الآن إلا ما ينفع الليبيين أبوابنا مفتوحة وصدورنا مفتوحة ونحن نبحث عن مصالحة عامة وعن عدالة انتقالية مثل ما تبين في اختصاصات هذا القرار أبوابنا مفتوحة ونستقبلهم يمكنهم أن يتعاونوا معنا في الكلمة ويتعاون معنا بكل ما أمكن نحن نستقبلهم جميعا وكأننا ونحن جسم واحد أيضا إن شاء الله نعم سيد محمد البوسافي سؤال أخير لو تكرمت بعد أن يتم اختيار نائبين للسيد رئيس المجلس الأعلى ويتم التوافق عليهما كما اتفق على السيد إبراهيم بن غشير ما هي الخطوات التي سوف يقوم بها المجلس في ظل الظروف التي تمر بها الآن البلاد ماذا سوف تقومون من خطوة لتوحيد الصف أو ماذا سوف تقومون بهذا المجلس نعم نعم نحن إن شاء الله نسعى إلى كل ما من شأنه أن يحفظه الثورة بحقها ولدوار حقهم وما من شأنه أن يوحظ ثلبيين على الحق والعلم وما يمطع الناس من قلاته والعباد يعني يمكننا لو نظرنا إلى اختصاصاتنا التي وردت في قرار سبع ستين لو أجدنا هناك عمل هناك أمامنا العزالة الانتقالية التي تصدق المصالحة هناك أمام هناك أمامنا التنسير مع الجهات العلمة للدولة المعنية للدولة وأمامنا أيضا أن نبدأ شهودا ومساعد في سبيل تحديق هذه المصالحة وندعم الجوار المجتمعي ونساهم في تهية الظروف المناسبة لتكثير لقانون العزالة ندعم ونساند الجهات المختصة من أجل فضو النزاعات الاجتماعية نحن عندنا دور كبير قمنا به من بداية التوح وما سرنا نقوم وما المجلس الأعلى من الحكماء والأعيان حكماء العيان ثواء إلا غطوة متقدمة على ترب المصالح الوطنية والعزالة الانتقالية والهوام الوطني يعوني الله سبحانه وتعالى لا فرق عندنا بين الليبيين الذين يحبون الليبيا وطنيين الشرطة في الشرطة وفي الغربة وفي الشمال هذا جميعا تعتبرهم إخوة أحبة نجتمع معهم ونقفت معهم في كل شيء إن شاء الله نعم سيد محمد البوسافي الناطق باسم المجلس الأعلى لحكماء ليبيا كنت معنا شكرا جزيلا لك وبالعودة إلى أخبار بنغازي حيث قال إبراهيم العرفي أحد العالقين بمنطقة جنفودة السكنية للتناصح إن المنطقة تشهد وضعا إنسانيا مأساويا مضيفا أن بعض الأطفال وكبار السن قد أصيبوا بمرض الفشل الكلوي وعلى العرفي في تصريح إصابة بعض السكان المنطقة بالمرض المذكور بلجوءهم إلى شرب الماء الملوث بسبب قطع مياه الشرب عن المنطقة من قبل قوات مجرم الحرب حفتر وضاف إبراهيم العرفي أنهم قد ناشدوا جمعية الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات دولية حقوقية أخرى ناشدوهم لكي تقوم بإخراجهم من المنطقة ولكن دون جدوى هذا وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها تجاه ما يحدث لمئات البدنيين الموجودين بمنطقة قنفودا تحت الحصار العسكري نائب مدير برنامج شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المنظمة قال إن العائلات العالقة بقنفودا تعاني من انعدام المواد الغذائية الصالحة وكذلك المياه والكهرباء كما أضف أن العائلات تكافح من أجل البقاء بينما تستمر القنابل والقذائف بالسقوط عليهم هذا وادعت المنظمة جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي والسماح للعائلات أن يغادروا دون أي قيود أو شروط بغض النظر عن توجهاتهم السياسية حسب ما ذكرت المنظمة ومن جهاته قال الناطق باسم قوات مجرم الحرب حفتر أحمد المسماري معلقا على خروج العائلات العالقة بقنفودا قال إنهم يرفضون خروج العائلات عبر البحر مؤكدا أن خروجهم لن يكون إلا عن طريق قوات ما يعرف بالكرامة المسماري في تصريحات له وصف العائلات العالقة بمنطقة قفودا بالإرهابيين متهما إياهم باحتجاز عدد من الأسرة يستخدمونهم كدروع بشرية حسب وصفه ومن جهة أخرى قال المسماري إن قوات ما يعرف بالكرامة تنتشر في الحقول النفطية اتهم مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة المبعوث الأممي إلى ليبيا بتجاوز مهامه وحدود مسؤولياته مقرر اللجنة الوطنية أكد في تصريح صحفي أن كوبلر استغل المعاناة الإنسانية للمدنيين في ليبيا لأهداف سياسية وهو أمر مرفوض باعتباره مسؤولا مسؤولية مباشرة عما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في ليبيا من ترد وانهيار وضف حمزة أن كوبلر يدعي أنه حقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في الوقت التي يزور فيه واقع ليبيا الإنساني مشيرا إلى أنه يضمن تقارير غير حقيقية ويستند إلى أرقام وأحصائيات لا تعكس الحقائق على الأرض قنفودا معاناة الأهالي فاقت الحدود ومهجروا بنغازي طالبون وسياسيون يستنكرون ومنظمات دولية تشعر بالقلق المزيد في سياق التقير التالي هكذا صارت تحية ما تبقى من أهالي جنفودا يفرون من الموت القادم من طائرات حفتر تارة ومن الطيران الأجنبي تارة أخرى لم تشفع لهم براءتهم ولم تشفع فيهم طفولتهم يحاصرون ويضيقوا على معيشتهم برا ويقصفون بالبراميل المتفجرة والصواريخ الموجهة جوا حرموا حقهم في العيش بكرامة على أرضهم ويحاربون لحرمانهم حقهم حتى في الحياة وهو ما يبدو واضحا في أعلام الكرامة الذي يظهر وجهه الحقيقية المملؤة غلا وحقدا على كل من يقف أمام مشروع صنددهما أسقطت معاناة جنفودا ورقة توتي عن الكثيرين فبين متشدقين بحقوق الإنسان اختاروا الصمت واسلة للتعبير عن شمئزازهم من هول ما حدث ويحدث وبين شامت ومفاخر بما تقوم به ملياشيات الكرامة ضد النساء والأطفال والعجزة وبين من كانت السياسة ومصالحها بوصلته في اتخاذ الموقف ضد هذه الجرائم فكان الصمت منه ليحافظ على مكتسب سياسي أو سعي للحصول عليه لتبقى معاناة أهالي جنفودا قصة صمود تضاف لقصص صمود ومعاناة يخلدها التاريخ ومن جهة أخرى كان لأهالي بنغازي المهجرين في المنطقة الغربية كلمة جهروا بها وتحدوا فيها تضييق من قبل الحكومة المقترحة من البعثة الأممية ليخرجوا بداية أمام مقر الحكومة المقترحة في أبي ستة ومن ثم دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مقر البعثة الأممية في تاجراء على صوتهم يصل إلى من بيده إيقاف هذه الهجمة الشرسة ضد النساء والأطفال والعجزة نقف هذه الوقفة لنقول للعالم أجمع أن لدينا قضية اسمها جنفودا لدينا قتلى وجرحة وخطف ودمار وانقلابات عسكرية وإرهاب بالمعنى الحقيقي هكذا هي المعاناة في جنفودا عائلات تحاصر وتقتل وسياسيون اختروا مصالح السياسة بدلا عن الإنسانية وعالم اعتاد الصمت عن جرائب المستبدين ضد الضعفاء والمقهورين وأقلة قليلة باقية تدافع عن حقها في الحرقة دافعها في ذلك موعود ربها بالنصر والتمكين أكدت صحيفة واشطن بوستر الأمريكية مجددا أن خليفة حفتر قال في تصريحات لوكالة أسو شيتد بريس أن ليبيا في حاجة إلى زعيم ذو خبرة عسكرية عالية الصحيفة الأمريكية وفي تقرير لها ذكرت أن تصريحات حفتر جاءت في رد مكتوب على أسئلة للوكالة المذكورة خلال الأسبوع الماضي والتي أشار فيها إلى أن القاضي العسكريين دائما يحققون النجاحات مستشهدا في ذلك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويشار إلى أن ما تعرف بالقيادة العامة التابعة لمجلس النواب المنحل نفت التصريحات التي نسبتها الوكالة الأمريكية لمجرم الحرب خليفة حفتر وإلى درنا حيث قال الناطق باسم مجلس شورى مجاهدي درنا محمد المنصوري في تصريح الله الجمعة قال إن طائرة رصد وتجسس أجنبية موالية لقوات مجرم الحرب حفتر تحلق في سماء المدينة منذ ساعات الصباح الأولى هذا وكانت طائرة حربية نوع ماجا تابعة لما يعرف بالكرامة شنت الخميس غارة جوية على منطقة الظهر الحمر دون وقوع خسائر بشرية في صفوف قوات المجلس ويشار إلى أن طيران ما يعرف بعملية الكرامة استاذف منطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنا لسبوع الماضي بعدد من الغارات الجوية دون أن تسفر عن خسائر بشرية بحسب مصادر من شورى المدينة ومن جهة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم مجلس شورى مجاهدي درنا محمد المنصوري عن اختطاف منصق بعتة الحج وعضو المجلس المحلي فتحل المقصبي من قبل قوات مجم الحرب حفتر بمطار لبرغ وقال المنصوري أن المقصبي بحسب شهود العيان ثم اقتياده إلى جهة مجهولة من قبل مجموعة مسلحة تابعة لقوات ما يعرف بعملية الكرامة بمطار لبرغ عاقب عودة رفقة بعتة الحجي جليبيين القادمة من السعودية وإلى سرط حيث صرح المتحدث الإعلامي بغرفة طواري سلاح الجو الليبي محمد جنون للتناصح بأن سلاح الجو الليبي نفذ أكثر من 1600 طلعة جوية منها ما يقارب 1200 طلعة قتالية بالإضافة إلى 300 طلعة للإسعاف وأكثر من 100 طلعة استطلاعية ضد ما يعرف بتنظيم الدولة منذ بداية العمليات في المدينة وأوضح جنونو في تصريحه للتناصح أن المساحة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة لا تتعدى الكيلو المتر الواحد وأشار جنونو إلى أن الثوار يستعدون للإجتياح الأخير لمعاقل ما يعرف بتنظيم الدولة بمدينة سرط هذا وأعنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا عن ارتفاع إجمال ضرباتها في سرط إلى 176 ضربة جوية منذ انطلاق الحملة مطلع شهر أغسطس الماضي أفريكوم وفي بيان أكدت أن الضربات الأمريكية تهدف إلى منع ما يعرف بتنظيم الدولة من التوسع وإنشاء مقر يستخدمه لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت عملية باسم برقي أوداسا في الأول من أغسطس الماضي لاستهداف معاقل تنظيم الدولة في مدينة سرط وفي السياق ذاته حيث توقع مسؤولون عسكريون أمريكيون أن يمدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما حملة القصف ضد بيعرف التنظيم الدولة في سرط للمرة الثانية وبحسب مقاله المسؤولون فإن هذا القرار سيبقي على سفينتين حربيتين قبلة السواحد الليبية لشهر إضافي وذلك وفق ما نشره موقع قناة فوكس نيوز الأمريكية ومن جهته أكد المتحدث الإعلامي لغرفة الطوارئ الجوية للتناصح الخميس أن المساحة التي يسيطر عليها ما يعرف بتنظيم الدولة لا تتعدى الكيلو المتر الواحد حسب قوله وفي طرابلس حيث خرج عدد من المواطنين في مدان الشهداء في مظاهرة تحت عنوان سنحبط كل محاولات الخيانة المتظاهرون رفعوا شعرات داعمين فيها لقوات الثوار وداعين إياهم لنسيان الخلافات لمواجهة خطر من وصفهم بإتباع النظام السابق المتمثلة فيما يعرف بعملية الكرامة هذا وتعتدل قناة التنصح من مشاهدها عن عذب نقل المظاهرة بسبب المضايقات التي كانت قد تعرضت لها وأتقمها الفنية في مظاهرات سابقة نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفصل الخارجية الفرنسية تعلن أن يوم الاثنين القادم هو موعد الاجتماع الدولي حول ليبيا ترجمة نانسي قنقر ندعو المجتمع الدولي لمساعدتنا ونحن لا نتحدث عن تدخل دولي بل نتحدث عن مساعدة دولية في تدريب في تجهيز قواتنا في تدريب شبابي ترجمة نانسي قنقر 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 أنا والعائلة المعاي يجينا نظلم هون ونطلع أرشين ونرجع بعدين على البلادنا يعيش بالبلادنا يعني خير الأمان خرمنا من حرب لأننا صافي حرب هون ومغلو على أمرنا ولا قوة لنا بالله مطالبين نشي رحنا على الشاليهات قبلنا بالشاليهات قلنا نذهب على الشاليهات وين صفي تامنا البحر ما في غيرنا وين من العدل يعني وين من نروح وين من نجي مغلوب على أمرنا مرد كنينا نظل هون أعليمي البلد نطلع نعود في غير البلد ونشب حالنا وين من نروح وين من نجي وآخر تعوانا الحمد لله رب العالمين ورب يبرج على الأمة الإسلام والدول الإسلامية كل ياتوا برأي اثناء إلى الله وحمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفرنسية أن الاجتماع الدولي الذي سبق واندعت إليه حول ليبيا سيعقد يوم الاثنين القادم بالعاصمة باريس وبحسب الان الخارجية الفرنسية فإن الاجتماع سيعقد على مستوى عالم من الشركاء الأساسيين الدوليين دون أن تحددهم الوزارة ووضح البيان أن هذا الاجتماع يأتي على خلفية زيارة رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج لباريس ولقائه بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولند ذكرت صحيفة فوركتس الأمريكية أن بريطانيا ينبغي أن تكون مسؤولة عن تعويض ليبيا سياسيا واقتصاديا وكذلك يجب أن تكون مطالبة بالتعويض عن إعادة بناء ليبيا الصحيفة الأمريكية أرجعت أسباب التعويض إلى ما أسمته بالدور البريطاني في تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011 وذلك بعد تقرير مجلس العمور البريطاني والذي أكد فيه أن تدخل البريطانيا كان خطأ ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك لن ينجح هذا الأرجح بسبب ما أسمته بالفشل الأمني الآن وفي الخبر الأخير حيث حملت حركة قلم للفتيات الليبيات المهتمات بالفكر والدعوة الثقافة الجمعة حملت الجهات والأشخاص الذين يقومون بحملات ضد الحركة مسؤولية أي أضرار قد يلحق بفتيات الحركة الحركة في باذ الله أوضحت أنها ستلجأ إلى رفع دعاوة قضائية ضد من قاد الحملة تشويه الحركة واتهمها بالانتماء إلى ما يعرف بتنظيم الدولة مضيفة أنها لا تنتمي إلى أي تجمع أو حزب أو منظمة إسلامية أو لبرالية ويدكر أن إحدى القنوات التابعة لما يعرف بعملية الكرامة قد نشرت تقريرا ذكرت فيها أن معلومات أمنية أشرت إلى تجنيد حركة قلم فتيات من ليبيا للجهاد في سوريا والعراق حسب قولها وتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أتيناه بنازلة لم تذكر في أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهل يستطيع أن يأتينا بالحكم فيها؟ وقبل ختام تذكر بما جاء في هذه النشرة المجلس الأعلى لحكم ليبيا يعين إبراهيم بن غشير رئيسا للمجلس ويوكد حرصه على إصلاحات ذات البين ونصرة ثوار البلاد تواصل قصف المدفعي والجوي على الأحياء السكنية بمنطقة قنفودا غربي بنغازي ومنظمة العفو الدولية تعرب عن قلقها إذا ما يحدث للمدنيين هناك سلاح الجو الليبي يجدد غاراته على مواقع ما يعرف تنظيم الدولة بمدينة سرد وتابعتم أيضا الخارجية الفرنسية تعلن أن يوم الاثنين القادم هو موعد الاجتماع الدولي حول ليبيا هذا ويمكنكم متابعة بتنا المباشر على الفيسبوك تنصح دوت تيفي أو عبر موقع التواصل الاجتماعية تويتر والتيليجرام واليوتيوب أشكرك على المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر